بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بفوزان فوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة فيها معاني جليلة وفيها عبر وعضات فلهذا تسمى فاتحة الكتاب يعني القرآن فهي فاتحة القرآن وهي سورة عظيمة تسمى أم القرآن وأم الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء فالقرآن كله يرجع إلى أسرار هذه السورة العظيمة فهي دعاء دعاء مسألة أول السورة دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين أي الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين المنعم بكل النعم فالحمد هو الثناء على المحمود والثناء والثناء هنا هو على الله جل وعلا الحمد أي كل الحمد لأن الألف واللام في الحمد الألف واللام للإستغراء أي استغراء جميع المحامد كلها لله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة الحمد لله رب العالمين رب العالمين والرب هو المربي فالله جل وعلا هو المربي لعباده بالنعم المغذي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية فالله هو المغذي لجميع المخلوقات هو القائم بأرجاقها هو القائم بشؤونها سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الله جل وعلا فإذا قال القاري في الصلاة الحمد لله قال الله أثنى علي عبدي الحمد لله أثنى علي عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي إذا قال مالك يوم الدين فهو الملك سبحانه في يوم القيامة ويوم الدين هو يوم الحساب وهو يوم القيامة فليس في هذا اليوم ملك سواه الملوك الذين كانوا في الدنيا ثنيت ممتلكاتهم وانتهى ملكهم ولم يبقى إلا ملك ملك الملوك سبحانه وتعالى ولهذا ورد أن الله جل وعلا يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الدنيا فلا يجيبه أحد يقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه يقول لله الواحد القهار الملك لله الواحد القهار لا ملك غيره ملوك الدنيا انتهت ممتلكاتهم وانتهى سلطانهم ولم يبقى إلا ملك ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى يقول أنا الملك أين المتكبرون أين المتجبرون ولا يجيبه أحد فيقول الملك لله الواحد القهار الحمد لله رب العالمين فهو المربي لعباده ومخلوقاته بالنعم وهو المربي لعباده بالإرشاد والهداية وهو المربي لهم بالعلم الذي علمهم إياه فهو المربي وحده سبحانه وتعالى وهو الذي يستحق الحمد وحده لا شريك له في هذا اليوم الحمد لله رب العالمين والعالمين جمع عالم هناك عوالم كثيرة في هذا الكون عوالم عالم الجن عالم الإنس عالم الدواب عالم وعالم عوالم في هذه الدنيا كلها الله ربها الله رب العالمين أي رب العوالم كلها سبحانه وتعالى والعالمين جمع عالم وكل ما سوى الله فهو عالم والعوالم والعوالم كلها ربها الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن رحمة عامة تسمى للمخلوقات كلها والمؤمنين والكفار كلهم يدخلون في رحمة الله العامة أما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين لا يدخل فيها الكفار رحمة خاصة بالمؤمنين قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما هذه رحمة خاصة بالمؤمنين لا يدخل فيها الكفار مالك يوم الدين يوم الحساب لا مالك في هذا اليوم إلا الله تذوب الممتلكات والملوك والسلاطين كلها تذوب وتنتهي ولا يبقى ولا يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا مالك غيره في هذا اليوم يوم الحساب دين هو الحساب ولا مالك في هذا اليوم إلا الله كل الملوك والسلاطين والجبابرة يعودون عبيدا ذليلين لله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين كل هذا سناء على الله وفيه أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الولوهية توحيد الأسمى والصفات توحيد الربوبية في قوله رب العالمين توحيد الولوهية في قوله الله لأن الله هو المألوه المعبود سبحانه والألوهية هي العبادة هذا توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية ثم قال مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب لا مالك ولا ملك إلا الله جل وعلا في هذا اليوم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك فقدم المعمول على العامل ليفيد الحصر إياك نعبد فإياك هذا هو المعمول وهو في محل نصب معمول لقوله نعبد والأصل نعبدك نعبدك يا الله ثم قدم المعمول ثم قدم المفعول إياك نعبد إياك نعبد ليفيد الحصر أنه لا معبود حق لا معبود حق في هذا القيد إلا الله وأما المعبودات بغير حق فهي كثيرة من الأشجار والأحجار والأصنام وأما المعبود بحق فهو الله وحده سبحانه لا شريك له ولا يبقى إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وإليه ترجعون له الملك وإليه ترجعون ورد أن الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه عبده المصلي فإذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد هذا لله جل وعلا وإياك نستعين هذا للعبد هذا للعبد يستعين بالله جل وعلا ولا يستعين بغيره الاستعان نوع من العبادة فلماذا أفردها قال إياك نعبد وإياك نستعين لماذا أفرد الاستعانة مع أن الاستعانة داخلة في العبادة أفردها لأهميتها أفردها لأهميتها إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي فإياك نعبد هذا لله وإياك نستعين هذا للعبد قال الله جل وعلا ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل إياك نعبد وإياك نستعين هذا كله دعاء عبادة كله دعاء عبادة فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهذا دعاء مسألة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة دعاء مسألة العبد يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم والصراط هو الطريق هو الطريق هذا الصراط قيل هو الإسلام اهدنا الإسلام أو للإسلام وقيل هو الرسول أيهدنا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل القرآن القرآن طريق إلى الله هو حبل الله المتين هو حبل الله المتين وهو الطريق الموصل إلى الله فهذا الصراط المستقيم والمراد المذكور في قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا في الأرض بحضرة أصحابه وخط على جنبتي الخط خطوطا أخرى كثيرة متشعبة فقال فقال للخط المستقيم هذا صراط الله وقال وقال للخطوط الجانبية وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه إليه سبل كثيرة لا تحصل أما صراط الله فهو واحد لم قسام فيه صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلاء هم المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم فأنت تسأل الله أن يجعلك معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تسأل الله في كل ركعة من صلاتك أن يجعلك مع هؤلاء المنعم عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين المغضوب عليهم هم كل من عنده علم ولا يعمل به من كان عنده علم من الكتاب والسنة عالم لكنه لا يعمل فهذا مغضوب عليه لأنه عرف الحق فتركه والعياذ بالله غضب الله عليه وفي مقدمة هؤلاء اليهود لأن اليهود عندهم علم علم لكنهم لم يعملوا بعلمهم فغضب الله عليهم وكل من عنده علم من الكتاب والسنة ولا يعمل به فإن الله يغضب عليه والغضب لا يقوم لغضب الله شيء والعياذ بالله لا يقوم لغضب الله شيء وذلك لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم غير المغضوب عليهم ولا الظالين وهم الذين يعملون بدون علم يعملون بدون علم فهم على ضلال والعياذ بالله ضلال يعني ضياع ضائعون مثل الذي يمشي في البنية على غير جادة وفي أرض مهلكة وهو على غير جادة ولا يدري أن يسير هذا هو الذي يعمل هذا مثل للذي يعمل بغير علم مهما أتعب نفسه وكثر عمله ما دام أنه على غير علم فإنه ضلال ولا يستفيد منه إلا التعب ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه يعلم أمور عقيدته يعلم أمور صلاته وصيامه وزكاته وصيامه وحجه وعمراته يعلم أحكام يعلم أحكام العبادات الخمس توحيد الصلاة الزكاة الصيام الحج والعمر لا بد هذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه كل مسلم يجب علي أن يتعلم هذا العلم تعلم كيف يصلي أول شي يتعلم كيف يعتقد وما هي العقيدة الصحيحة ثاني يتعلم الصلاة كيف يصلي ثالث يتعلم الزكاة كيف يؤدي زكاة ماله وأين يضعها وبماذا تجب الزكاة ومن هم أهلها المستحقون لها يتعلم صيام رمضان كيف يصوم وماذا يحرم عليه في الصيام لأجل أن يتركه يعرف المفطرات التي تفسد الصيام ماهي حتى يتجنبها لا بد من هذا يعلم أحكام الصيام يعلموا أحكام الحج والعمرة كيف يحج كيف يؤدي المناسك كيف يحج ويعتمر كيف يؤدي المناسك كل هذا قد بيّنه الله ورسوله فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام هذه العبادات الخمس التوحيد الصلاة الزكاة الصيام الحج والعمرة لا بد أن يتعلمها فارض عين على كل مسلم وما زاد عن ذلك من أحكام الخلال والحرام والمعاملات والمواريث والجنايات كل هذا فارض كفاية إذا قام به من يكفي يكفي الأمة بعلمه سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة تعلمه سنة وإذا تركه الكل أثموا كلهم لا بد أن يوجد هذا العلم في الأمة أن يوجد هذا العلم في الأمة حتى يقوم عليه في أمور معاملاتهم في أمور أنكحتهم في علوم مواريثهم في علوم معاملاتهم في علوم الجنايات وما يجب فيها من قصاص من قصاص في النفس وما دونها ما يجب فيها من ديات وما أثاره كلها أمور لا بد منها ولكن ما كل الناس يتيسر لهم تعلم هذه الأمور فإذا تعلمها من يكفي يكفي الأمة سقط الإثم عن الباقي وقام هؤلاء بالواجب وصار الأجر لهم لهؤلاء والبقية تبع لهم فهذا ما يكون تعلمه فرض عين وما يكون تعلمه فرض كفاية فلا بد أن نتعلم هذا إما على الأعيان وإما على الكفاية لا بد من تعلم العلم بجميع فروعه وأنواعه إما تحتاجه الأمة ولهذا في آخر الزمان ورد في الحديث الصحيح أن العلم يرفع في آخر الزمان يرفع في آخر الزمان كيف يرفع لا يرفعه الله انتزاعا ينتجعه من الناس وإنما يرفع العلم بموت العلماء يرفع العلم بموت العلماء وقد هسر قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قالوا هذا بموت العلماء وهذا في آخر الزمان حتى إذا لم يبق عالم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا نسأل الله العافية فلا حياة للناس بدون العلم ولا سعادة للناس بدون العلم الشرعي الذي يحل مشكلاتهم الذي يبين لهم كيف يعبدون ربهم الذي يبين لهم كيف يصلون أرحامهم الذي يعرف به كيف يعالجون الجنايات والمعتدين لكف شرهم لا بد من هذا فإذا رفع هذا ما جى الناس بعضهم ببعض ما في علماء يرشدونهم ويوجهونه أو يتخذون رؤوسا جهالا ما عندهم علم فيفتون بغير علم فيظلون ويظلون يظلونهم بأنفسهم ويظلون غيرهم يظلون غيرهم ففقد العلماء خسارة عظيمة على المسلمين وهذا الذي ذكره الله ورسوله مما كان وما يكون في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة وفي غيرها من القرآن وهو من العبر والدلالات الواضحة على حاجة الناس إلى العلم حاجتهم إلى العلماء حاجتهم إلى من يحل مشكلاتهم إلى من يبين لهم أمور دينهم فلا تطيب الحياة إلا بوجود أهل العلم نسأل الله أن يكفرهم وأن يبقيهم وأن يصلح شأنهم وأن يخلص نياتهم ومقاصدهم فالحمد لله هذه السورة سورة الفاتحة سورة عظيمة إياك نعبد وإياك نستعين هذا يقول الله جل وعلا قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين إياك نعبد هذا لله وإياك نستعين هذا للعبد إلى آخر السورة إلى آخر السورة هذه السورة العظيمة وما تتضمنه من هذه المعاني الجليلة كثير من يقرأها لكن هل يفهم معناها هل يفهم معناها أظن ما يفهم معناها إلا القليل ومعناها ولله الحمد سهل ميسر لمن طلبه وحرص عليه هو سهل الميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله سهل طرق العلم لمن يطلبه ويبينه للناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير الذين غضب عليهم وغير الذين أولهم هذا الدعاء في هذه السورة دعاء عظيم تاجه كل مسلم ولذلك فرضها الله على كل مصل في كل ركعة من صلاته لعظم هذه السورة وما تتضمنه من المعاني العظيمة الجليلة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى فقنا الله وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح الله جل وعلا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح هذا ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمعانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يتوفه الله إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أتدرون متى نزلت هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع التي ما عاش بعدها إلا شهرين وأياما ثم توفاه الله ثم توفاه الله ولحق بربه الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده والله تعالى المسؤول أن يرقنا وإياكم البصيرة النافعة وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن يجنبنا وإياكم صراط المغضوب عليهم والظالين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسن الله عليكم شماح الشيء هذه أسئلة كثيرة نعرض على سمحتكم ما تيسر منها شيخنا هذا سائل يقول كيف يختبر العبد إخلاصه وتوحيده يعرضه على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو صحيح ومخبول وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود فهو مردود قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة بعد صلاة الفجر ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوسنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد من هم الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الخلفاء الراشدون ليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ الأغراس مع الأيدي تمسك الحبل إذا كنت في اللجة وفي الغرق تمسك الحبل ولا تكتفي باليدين بل تعظه بأسنانك خشية أن يفلت من يدك فتغرق في اللجة تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ودع أصحابه بهذه الموعظة البريغة وهي وصية للأمة إلى أن تقوم الساعة نعم بسم الله إليكم سماحة الشيخ هذا السائل يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم اتخدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن اتخذني الله خليلا ولكن صاحبكم خليل الله خليل الله نعم أحسن الله إليكم هل هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهل يسوغ للمؤمن أن يتخذ من إخوانه خليلا أفيدونا لا باش بذلك ولكن من اتخذه الله خليلا فلا يتخذ خليلا مع الله ما يتخذ خليلا مع الله أما غير خليل الله هو يخالل من الناس ما يريد نعم سأل الله إليكم سماحة الشيخ هذا السائل يقول ما نصيحتكم لشباب الأمة في تحمل مسؤولية العلم يجب على شباب الأمة أن يتحمل العلم عن العلماء الراسخين تعلمون العلم على العلماء الراسخين المعروفين بالعلم والاستقامة سواء كانوا في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات أو كانوا في المجالس في المساجد والبيوت يجلسون للناس يدرسونهم العلم فعلى طالب العلم أن يأخذ العلم عن العلماء المعروفين بالعلم والاستقامة الذين وثقت بهم الأمة يأخذ العلم عنهم ولا يأخذ العلم عن المتعالمين والجهال الذين كونوا أنفسهم علماء بدون أن يرتبطوا بأهل العلم بدون أن يأخذوا العلم عن العلماء وإنما أخذوه عن الكتب والمطالعة أو أخذوه عن جهال متعالمين مثلهم العلم لا بد أن يأخذ عن أهله أمانة لا بد أن تأخذ عن أهلها نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ خذ سائل يقول ما هي الطريقة الصحيحة لتدبر القرآن طريقة الصحيحة أن يقرأ القرآن بتدبر ويحسن صوته به لأن الصوت الحسن يؤثر على السامع فيحسن صوته بالقرآن لأجل أن يؤثر به على من يستمع إليه جاء في الحديث جملوا القرآن بأصواتكم ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة الهذ والهذرمة نهى عن قراءة الهذ والسرعة ونهى عن الهذرمة وأمر صلى الله عليه وسلم أو أمر الله جل وعلا بترتيل القرآن ترتيل القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما أمره الله بقوله ورتل القرآن ترتيل حتى يفهم حتى يؤثر في نفسه وفي السامعين فلا يهذ القرآن هذ الشعر وإنما يرتل ترتيلا ويجمل الصوت به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة بعض أصحابه من الذين امتازوا بقراءة القرآن كابن مسعود رضي الله عنه وكابن حسن الأشعري كابن مسعود رضي الله عنه وبأبي موسى الأشعري أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل كان حسن الصوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وكان إذا مر بالليل من بيتي مر على بيتي أبي موسى وهو يتهجد بالليل ويقرأ القرآن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند جداره يستمع القرآن وقال له لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك فقال رضي الله عنه لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا يعني جينت صوتي به تجيينا نعم سأل الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول ماذا يقصد أهل العلم بقولهم في باب الصفات الإلهية إن باب الإخفار أوسع من باب الصفات ما سمعت هذا سائل يقول سماحة الشيخ ما رأيكم في كتاب أضواء البيان أضواء البيان هذا تفسير لشيخنا الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله إمام جليل وتفسيره تفسير جيد ولكنه لا يصلح إلا للعلماء المتمكنين نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول نحن في بلد العدو متمكن منه ونحن في ضعف والشوكة شوكتهم فهل لنا أن نتصالح معهم صلحا ونكتبه بيننا من أجل الحفاظ على الأنفس لا بأس بذلك الصلحة النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع اليهود تصالح مع الكفار إذا كان فيه مصلحة للمسلمين وفيه حقن لدمائهم فلا بأس بذلك نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول ما الطريقة الصحيحة في الرد على شبهات الثيارات الفكرية وكيف يتسلح طالب العلم منها الرد عليها واجب لكن لا يرد عليها إلا المتمكنون من العلم حتى يكون ردهم شافيا وحتى يعرفوا كيف يردون لا بد أن يكون الرد صادرا من العلماء لا يكون الرد بالهوى أو بالمنازعات والمخاصمات والمهاترات لا يكون الرد بالعلم والحجة والبرهان نعم ساء الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول هل فضل الصلاة في الحرم النبوي تشمل مدينة كلها؟ لا خاصة بالمسجد النبوي خاصة بالمسجد النبوي ولا تكون خارج المسجد نعم ساء الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الإخبار عن الله عز وجل أنه تصف بالتمام والكمال؟ تصف بالكمال نعم أما الكمام هل أعرف لها معنى؟ نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول لا يوجد في مدينتنا مشائخ أو طلبة علم متأهلون لإلقاء الدروس والمحاضرات فنقوم بالجلوس في المسجد أحيانا نستمع لشرح أحد العلماء وأحيانا يقوم شخص بالقراءة في شرح كتب أحد أهل العلم فأيهما أفضل؟ السماع أم القراءة؟ كل هذا لا يكفي لا السماع ولا القراءة لا بد أن ترحلوا لطلب العلم أو يرحل منكم أفراد ليتعلموا العلم ويعودوا إليكم ويعلموا قال الله سبحانه وتعالى ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نعم فإذا نفر أفراد من الحريصين على طلب العلم وتعلموا ثم رجعوا وبيّنوا لمن وراءهم هذا شيء طيب وهذا معنى الآية الكريمة وما كان المؤمنون لينفروا كافة خب كل الناس يروحون يتعلمون لكن يروح منهم أفراد فلولا نفر من كل فرقة منهم أي جماعة طائفة والطائفة يكفي الواحد تطلق الطائفة على الواحد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ثم إذا رجعوا يبلغون هذا الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل والآن الحمد لله بالإمكان أن يأتي أفراد إلى الجامعات الإسلامية ويتعلموا العلم منها أو يجلسوا على العلماء في المساجد أو مجالس الذكر فإذا رجعوا إلى قومهم بلغوهم ما حملوه من العلم نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول ماذا تنصحون لمن يجد في نفسه قصورا في الجد في طلب العلم عليه أن عليه أن يرفض الفترور والكسل وأن يجد في طلب العلم إذا عزم على نفسه واستعان بالله أعانه الله نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول هل الحرية الشخصية حق لكل إنسان لأن بعض الناس ينكر ذلك أشد الإنكار يقول أحسن الله إليك هل الحرية الشخصية حق لكل إنسان لأن بعض الناس ينكر ذلك أشد الإنكار الحرية ما هي بواحد حرية محدودة وحرية مطلقة فهذا يقصد الحرية المطلقة لا أما الحرية بحسب مصلحته وبحسب منفعته فلا بأس بذلك نعم سأل الله عليكم سماحة الشيخ هذا سأل يقول ما هو حجاب المرأة الشرعي هذا سأل يقول ما هو حجاب المرأة الشرعي كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وقورا رحيما قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هذا سأل المؤمنات أن تحتجب عن الرجال الذين ليسوا من محارمها بتغطية جميع بدنها ووجهها وأن لا بس أن تبقي فتحها على العين لتنظر الطريق فتحها على عين واحدة لتنظر الطريق والباقي مغطى قالت عائشة رضي الله عنها كلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بين الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه نام سبحان الله إليكم سماحة الشيخ هذا سأل يقول ما نصيحتكم للدعاة الذين لا يتكلمون في التوحيد بحجة أنه ينفر الناس سبحان الله التوحيد ينفر الناس التوحيد هو الذي يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم الذي ينفر من التوحيد لا خير فيه وليس بمسلم أيضا ينفر من التوحيد ليس بمسلم نعم سأل الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول أنا موظف في قطاع التعليم وقدمت استقالتي للمدير وقد رفض الاستقالة من غير أن أعلم وبعد سنين وجدت في حسابي مبلغ من المال قدره كذا السؤال هل المال يرد إلى حساب الدولة أم أتصدق به كالأوقات ما داء منك على العمل ولا فصلت فهو لك المال لك أما إذا كان بعد فصلك من العمل فهو ليس لك فرده على الدولة نعم أحسن الله لكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز لطالب المنح في الجامعة الإسلامية المتزوج أن يعمل لأن مكافأته لا تكفيه هل هل يجوز لطالب المنحة الذي يأتي من الخارج الجامعة الإسلامية أن يعمل لأن مكافأته لا تكفيه أن يعمل نعم يعني يستغل بالوجرة نعم إذا كان هذا لا يزاح طلب العلم فلا باش بذلك إذا كان هذا العمل لا يزاح طلب العلم فلا باش بذلك كان يعمل في أوقات خراغه في العطل الرسمية لا باش نعم الله لكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم في هذا الزمان الذين يقال لهم العلماء بحق الذين يقال لهم العلماء بحق هم الذين يؤخذ عنهم العلم لا المتعالمون ولا المبتدئون في طلب العلم نعم أسأل الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول ما الأسباب المعينة للمسلم في هذا الوقت التي تموج فيه الفتن من كل مكان أسأل الله العافية ويبتعد عن الفتن ولا يأتي أماكن الفتن يبتعد عنها ويسأل الله السلام منها نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا سائل يقول هل من كفر النعمة لطلبة الجامعات الذين قبلوا فيها هم من طلبة الخارج في هذا البلد أن يتكلموا في حكام هذا البلد المبارك هل يعتبر هذا من كفر النعمة لا يجوز الكلام في ولاة الأمور علانية من كانت بالحديث من كانت عنده نصيحة لإمام فليأخذ بيده وليبين له فإن قبل منه فالحمد لله وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه يأخذ بيده ويبلغه الملاحظة بينه وبينه أما أنه يعلن على الناس خطأ الولاة خطأ ولاة الأمور هذه فتنة تأليب على ولاة الأمور وقد يكون هو المخطي فهم فهما خاطئا وحمله على ولاة الأمور نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا السائر يقول هل هيئة صلاة المرأة كهيئة صلاة الرجل تضم نفسها صلاة الرجل تختلف عن صلاة المرأة في أن المرأة تغطي جميع بدنها وتضم نفسها نعم الذي لا يعمل هذا ليس بمسلم كيف مسلم ولا يعمل لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يحد هذا ما هو مسلم نعم السلام عليكم سمعت الشيخ هذا السعر يقول ما الفرق بين الغيبة المحرمة والغيبة الجائزة الغيبة قال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكر وخاك بما يكره الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أما الغيبة التي معناها الشكاية على ولي الأمر بطلب حقه منه أو المرأة تشتفي زوجها على القاضي لينصفها من زوجها هذه ليست غيبة هذا طلب حق ولهذا جاءت هند بنت عتبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة بي سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالت شحيح ولا أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تطالب بحقها تطالب بحقها وليس قصدها الغيبة إنما قصدها أنها تطالب بحقها لا يجوز هذا معصية ولي الأمر بما هو من صالح البلد وصالح المجتمع لا يجوز مخالبة ولي الأمر في ذلك مع ما فيه من الضرر على المجتمع ومضايقتهم في أرزاقهم نعم سمح الشيخ هذا سائل يقول أجد في قلبي هذه الأيام قسوة وغلة فما نصيحتكم يقول سمح الله إليك أجد في قلبي هذه الأيام قسوة وغلة وراء قسوة قسوة وغلة أجد في قلبي هذه الأيام قسوة وغلة فما نصيحتكم أجد في هذه الأيام قسوة وغلة فما توجيه فغلة نعم يعبر بالتعبير الصحيح نعم فما نصيحتكم نصيحتنا أن يتجيل هذه القسوة وهذه الغلة بذكر الله وبفلاوة القرآن وبحضور المواعد حتى يزول ما في قلبك نعم